السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هي مادة مهمة جدا طبعا بالنسبة لطالب التعليم الفني لان زي ما احنا عارفين ان فيه نسبة كبيرة من طلبة التعليم الفني بعد ما بتخلص دراستهم بيتجهوا لسوق العمل وبيحاولوا ان هما يعملوا مشروعات خاصة بهم فبالتالي مادة التخطيط وادارة الانتاج بتفتح عقولهم وافكارهم بحيث ان هو يقدر يخطط للمشروع بتاعه اللي هو عايز ينفزه ويقدر يدير المشروع بطريقة سليمة طبعا مادة التخطيط وادارة الانتاج يعني اول درس فيها بيتكلم على دراسة الجدوى وكلمة دراسة الجدوى مفهومها ايه؟ بنقول هي دراسة بنستطيع من خلالها ان نحدد الاستثمارات المطلوبة للمشروع وتحقيق فرص نجاحه والعائد المتوقع منه يعني معناها ايه؟ يعني اي حد عايز يعمل مشروع حتى لو كان مشروع بسيط وبرأس مال صغير في البداية طبعا قبل ما يبدأ ينفذ المشروع بتاعه وياخد خطوة فعلية ويبدأ يصرف لازم الاول يعمل دراسة علشان يقدر يحدد المشروع بتاعه هل ليه فرص نجاح عالية؟ ولا فرص النجاح بتاعته قليلة؟ هل العائد المتوقع منه عالي او كويس؟ ولا العائد المتوقع ممكن يكون بسيط؟ هل ممكن تقابله مشاكل وهو بينفذ المشروع بتاعه؟ ولا لا؟ ولو قبلته مشاكل هيعرف يحلها؟ ولا لا؟ فلازم في البداية قبل ما ياخد خطوة فعلية في تنفيذ المشروع لازم يعمل دراسة بنسميها دراسة ايه؟ الجدوة يبقى تاني دراسة الجدوة بنقول هي ايه؟ دراسة نستطيع من خلالها ان نحدد الاستثمارات يعني التكاليف يعني ورأس المال اللي هنحتاجه الاستثمارات المطلوبة للمشروع والعائد المتوقع منه يعني الارباح ومدى نجاح هذا المشروع طبعا يعني من التعريف اللي احنا قلناه دوت فنقدر نقول اهمية دراسة الجدوة يبقى ايه هي اهمية دراسة الجدوة؟ نقول التعرف على احتياجات المشروع وفرص نجاح وإيه كمان؟ دراسة الجدوة بتعتبر ضمان للجهة الممولة على نجاح المشروع وتحقيق عائد استثمار جيد يعني معناها ايه؟ انا لما باجي اعمل مشروع واعمل دراسة جدوة جيدة دراسة الجدوة دي بتكون ضمان للجهة الممولة يعني الجهة اللي هي هتدفع رأس المال علشان نعمل بيه المشروع يعني ايه؟ ممكن مثلا انا لما اجي اعمل مشروع اخد كارد من البنك طيب لما اروح اخد كارد من البنك طبعا البنك اول حاجة بيسألني عليها بيقول لي فين دراسة الجدوة بتاعت المشروع وبياخد دراسة الجدوة دي مني ويبدأ طبعا فيه طبعا ناس بيكونوا متخصصين بيقدروا ان هم يشوفوا دراسة الجدوة دي ويبدأوا يحددوا هل دراسة الجدوة دي بتقول ان المشروع اللي انا هعمله ده المشروع ده هوت جيد وليه فرص نجاح عالية ولا لا لو كان المشروع كويس فبالتالي البنك هنا بيضمن ان المشروع ده هينجح وهيحقق ارباح كويسة وبالتالي هيسترد الكارد اللي انا اخدته منه يعني معناه ان انا هقدر اسدد الكارد بعد كده لان المشروع كويس لكن طبعا لو كانت دراسة الجدوة دي اي كلام والمشروع دوت مش كويس او فرص نجاحه قليلة فطبعا البنك بيقول لي ايه اسف مش هيقدر يديني الكارد لان في الحالة دي ممكن يكون المشروع طبعا فرص نجاحه قليلة فبالتالي ممكن تحصل مشاكل مش هنقدر نسدد الكارد فطبعا البنك كده هيحصل مشاكل بينه وبين المستثمر فهيبقى اول خطوة البنك بيطلبها ايه بيطلب دراسة الجدوة تعانوا مع بعض كده نبص على الشاشة ونشوف مع بعض يعني ايه دراسة الجدوة وايه هي اهميتها طبعا دراسة الجدوة زي ما احنا قلنا هي دراسة نستطيع من خلالها ان نحدد الاستثمارات المطلوبة للمشروع والعائد المتوقع منه وماذا نجاح هذا المشروع طيب ايه هي اهمية دراسة الجدوة اول حاجة التعرف على احتياجات المشروع وفرص نجاحه طيب تاني حاجة ضمان للجهة الممولة على نجاح المشروع وتحقيق عائد استثمار جيد طيب ايه هي عناصر دراسة الجدوة يعني انا لما اجي اعمل مشروع وهبدأ اكتب دراسة الجدوة ايه العناصر اللي بتحتوي عليها اول حاجة طبعا فكرة المشروع وتاني حاجة مدى الحاجة الى اقامة المشروع يعني لازم نحدد في دراسة الجدوة الناس محتاجين المشروع ده والمنتجات بتاعته بدرجة كبيرة ولا درجة قليلة تالت حاجة الخامات الاساسية للمشروع وربح حاجة منتجات المشروع رقم خمسة العناصر الفنية للمشروع طبعا المشروع دوت هيبقى محتاج مهندسين طبعا وفنيين علشان يشغلوه العناصر الفنية اللي انا هحتاجها دي لازم احددها طبعا وحدد اعدادها كمان رقم ستة العمالة وعدد ساعات العمل بالمشروع يعني لازم نحدد عدد العمال طبعا اللي هيكونوا موجودين في المشروع وعدد ساعات العمل يعني هيشتغلوا كم ساعة في اليوم طيب دراسة الجدوة بقى بيكون في منها نوعين او قسمين الاولانية بنقول دراسة جدوة مبدئية والتانية دراسة جدوة اقتصادية طيب يعني ايه بقى دراسة الجدوة المبدئية بنقول دراسة الجدوة المبدئية شوفوا من اسمها بنقول هي دراسة استكشافية للمشروع وهي دراسة بسيطة لا تتطلب الفحص او التدقيق ولا يتحمل من يكون بها نفقات كبيرة يعني هي دراسة بسيطة استكشافية للمشروع علشان تحدد لي كده بوادر المشروع دوت يعني المشروع دوت كده محتمل يبقى نسبة النجاح بتاعته عالية ولا قليلة فيه مشاكل ممكن تقابلنا ولا لا يبقى دير دراسة ايه بسيطة ولا تتطلب الفحص والتدقيق طيب وبتعتمد على المقابلات الشخصية مع المسئولين في الحكومة والغرف التجارية ومع مندوبين المبيعات طيب النوع الثاني بقى من دراسة الجدوة اسمها دراسة جدوة اقتصادية او تفصيلية طيب دراسة الجدوة بقى الاقتصادية دي بنقول هي ايه اسلوب علمي شوفوا بقى مش بنقول دراسة بسيطة لا بنقول ايه اسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي وبيعتمد عليها طبعا اتخاذ قرار الاستثمار المناسب يعني معناها ايه بعد ما بنعمل الدراسة المبدئية والله لو لقينا كده ان الدراسة المبدئية وضحت ان المشروع دوة يعني كويس وممكن يبقى فيه نسبة ارباح عالية بالتالي بعمل دراسة بقى تفصيلية والدراسة التفصيلية دي يعني بندرس فيها كل كبيرة وصغيرة عن المشروع وبالتفصيل وبنحدد فيها طبعا النقاط اللي بتحتاج الى دراسة ايه تفصيلية زي عملية الانتاج وعملية التسويق يبقى لازم يتم طبعا منقشتها بطريقة ايه بطريقة تفصيلية طيب وعملية التمويل كمان ما ننسهاش لازم برضو تتحدد بالتفصيل يعني رأس المال اللي انا هعمل به المشروع مصدره هيكون ايه ولازم نحدده طبعا في دراسة الجدوى يعني هل التمويل بتاع المشروع هيبقى رأس المال المملوك لصاحب المشروع ولا هيبقى قرد من البن ولا هيبقى فيه شركاء معانا فلازم طبعا نحدد الكلام دوات في دراسة ايه الجدوى يبقى كده عندي نوعين او قسمين من دراسة الجدوى دراسة جدوى مبدئية والنوع التاني اسمها ايه دراسة جدوى اقتصادية او تفصيلية طيب تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة الجهات القائمة والمختصة بتقديم التسهيلات عن دراسة الجدوى طيب انا دلوقتي لما اجي اعمل المشروع وهعمل دراسة الجدوى هل انا اللي هكتب دراسة الجدوى بنفسي ولا ممكن استعين بجهات اخرى علشان يساعدوني في عمل دراسة الجدوى طبعا ممكن انا ما يكونش عندي خبرة كافية فبالتالي بتوجه لمين بقى في عندي جهات حكومية زي ايه الجهات الحكومية اول حاجة وزارة التخطيط تاني حاجة الادارة المركزية للمعلومات والاحصى تالت حاجة الجهاز المركزي للتعبيئة العامة والاحصى رابع حاجة البنوك التجارية خامس حاجة وزارة الاستثمار والبنك المركزي يبقى الجهات الحكومية دي لو انا اتوجهت لأي جهة فيهم طبعا هم بيساعدوني وبيعملولي دراسة الجدوى المطلوبة للمشروع علشان اقدر ان انا انفذ المشروع ويساعدوني لحد ما المشروع يتنفذ طيب ده في حالة ايه لو انا ما عنديش خبرة كافية يبقى انا ممكن اتوجه لأي جهة من الجهات الحكومية دي تاني يبقى الجهات الحكومية زي ايه وزارة التخطيط عندي وزارة الاستثمار البنك المركزي والبنوك التجارية والجهاز المركزي للتعبيع العامة والاحصى والادارة المركزية للمعلومات والاحصى اي جهة من الجهات الحكومية دي ممكن طبعا اتوجه لها وهم يساعدوني علشان يعملولي دراسة الجدوى حتى لو انا ما عنديش فكرة كويسة للمشروع ومعايا رأس مال وعايز اعمل مشروع ممكن اتوجه برضو للجهات دي هم بيساعدوني بقى وبيعرضوا علي دراسات جدوى مبدئية لمشروعات وينقشوني فيها لحد ما فكرة مشروع منهم تكون كويسة وتعجبني بالتالي بنقدر ان احنا ننفذ الفكرة دي طيب في جهات تانية بقى بنسميها مصادر غير ميدانية المصادر الغير ميدانية بقى يعني ما هيش جهات حكومية زي ايه؟ زي مثلا تقارير مندوب البيع والموزعين تقارير مندوب البيع والموزعين احنا عارفين طبعا ان كل شركة وكل مصنع طبعا بيقى فيها قسم للمبيعات وفيه طبعا مندوبين مبيعات بيكون هم مسئولين عن عملية الدعاية والتوزيع وهم طبعا بيبقوا على دراية بالاراء بتاعة العملاء اللي هم اللي هيشتروا المنتجات بحيث ان لو فيه طبعا اي ملحوظة او اراء الناس مختلفة او بيشتكوا من حاجة معينة في المنتج او السعر بتاعه مش مناسب او فيه مثلا منتجات اخرى منافسة بديلة ليه موجودة في السوق فبالتالي مندوبين البيع بيكتبوا الكلام دوت في تقارير بيحدد فيها مدى رضاء العملاء عن السلعة وقراءهم واكتراحاتهم فبنقدر احنا نستفيد من التقارير ده واحنا بنعمل دراسة الجدول علشان طبعا نراعي النقطة المهمة دي في عمل المشروع بتاعنا طيب فيه حاجة تانية من المصادر الغير ميدانية زي ايه زي المعلومات والبحوث السابقة يعني ايه يعني اي معلومات او اي دراسات تم نشرها من اي جهة بقى سابقا زي ايه مثلا زي المعلومات والدراسات اللي بتنشرها الجامعات والمعاهد زي المعلومات والدراسات والابحاث اللي بتنشرها اللي بتنشرها الصحف والمجلات زي مثلا المعلومات والدراسات اللي بتنشرها في المراجع العلمية طيب كل الدراسات دي في ناس سبقوني وعملوها قبل كده طب ما أنا أستفيد منها ولا لازم أننا أروح أدور على المعلومات دي من بدايتها تاني وأخذ وقت طويل عبال ما أعمل الدراسة دي طالما أن فيه دراسات وأبحاث معمولة قبل كده ممكن أن أنا أستفيد منها طيب تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة يبقى بنقول توجد مصادر غير ميدانية زي المعلومات والبحوث السابقة ثاني حاجة تقارير مندوبي البيع والموزعين ثالث حاجة البيانات والإحصاءات الرسمية ودي بتتمثل في البيانات والإحصاءات اللي بتنشرها طبعا الجهات والهيئات أو المؤسسات الصناعية والزراعية والتجارية والجهات الحكومية مثل مثلا تعداد السكان ما هو تعداد السكان دوة إحصائية خلاص؟ وتصنيف طبعا السكان على حسب الموقع الجغرافي وعلى حسب السن والمهنة وعلى حسب المستوى الاقتصادي والمستوى الاجتماعي كل الحاجات دي طبعا بقدر أستفيد منها في عمل دراسة الجدوى علشان نرعيها في المشروع بتاعنا وآخر حاجة بقى المصادر الأولية أو الميدانية للبيانات طب المصادر الأولية دي زي ايه؟ بنقول هي المصادر الفعلية يبقى المصادر الأولية معناها ايه؟ المصادر الفعلية للبيانات أو المعلومات يعني معناها أنا عايز أعرف معلومات معينة وعايز أعرف أراء الناس عن منتج معين مثلا أو سلعة معينة فبالتالي ممكن أحصل على المعلومات دي من الناس نفسهم إزاي؟ عن طريق طبعا تصميم استبيان استبيان دوة يعني استمارة وبيتكتب فيها بعض الأسئلة اللي احنا عايزين عنها إجابات وبتكون طبعا أسئلة يعني إجابتها بسيطة يعني مثلا زي صحة وغلط أو الإجابة بنعم أو لا حاجات زي كده وبعدين الاستبيان دوة بيوجه لأفراد عينة عشوائية يعني ناس احنا ما نعرفهمش وبعدين بنوزع عليهم طبعا الاستبيان ده وهم بيجاوبوا على الأسئلة اللي موجودة فيها وبعدين نجمع منهم الاستمارات دي التاني ونقدر نحلل البيانات اللي احنا حصلنا عليها واقدر أعرف أراء الناس واكتراحتهم يبقى دي كده بنسميها ايه؟ المصادر الأولية أو الميدانية طيب عندي بعد كده فيه سؤال بقى صح وغلط على الجزئية اللي احنا خدناها دي بيقول لي ايه؟ ده علامة صح أمام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ أمام العبارة الخطئة عندي أول سؤال بيقول ايه؟ من أهمية دراسة الجدوة التعرف على احتياجات المشروع وفرص نجاحه ده دي أول حاجة احنا قلناها في تعريف دراسة الجدوة وبعدين قلنا أهمية دراسة الجدوة التعرف على احتياجات ايه؟ المشروع وفرص نجاح. تبقى الاجابة طبعا ايه صح? طي السؤال التاني بيقولي من العناصر الاساسية لدراسة الجدوى الخامات الاساسية للمشروع? اه طبعا الاجابة صحيحة. احنا قلنا طبعا عناصر دراسة الجدوى ها? فكرة المشروع طبعا. ومدى الحاجة لاقامة المشروع والخامات الاساسية للمشروع ومنتجات المشروع كل دي من عناصر دراسة الجدو يبقى الاجابة طبعا ايه صحيح تالت سؤال بيقول لي تعتبر دراسة الجدوى المبدئية دراسة صعبة وتتطلب فحص وتدقيق اخدوا بالكم بقى احنا هنا بنتكلم عن دراسة الجدوى الايه المبدئية واحنا لما جينا عرفناها قلنا هي دراسة بسيطة لا تتطلب الفحص والتدقيق يبقى هنا طبعا الاجابة ايه غلط طيب السؤال اللي بعديه بيقول لي من المصادر الحكومية التي تقوم بتقديم تسهيلات عن دراسة الجدوى البنك المركزي طبعا الاجابة صحيح احنا لسا ايليناها حالا طيب رقم خمسة تعتبر المعلومات والبحوث السابقة من المصادر الحكومية لا دي المعلومات والبحوث السابقة من المصادر الغير ميدانية تبقى الاجابة ايه خطر طيب فيه سؤال تاني بيقول لي اختار من المجموعة واحد ما يناسبها من المجموعة اثنين يعني وصل يعني فعندي طبعا زي ما احنا شايفين عمودين خلاص وهنبدأ نشوف كل نقطة من الجملة اللي بتكون مناسبة لها من المجموعة التانية فعندي اول حاجة بنقول دراسة الجدوى اخدوا بالكم لان عندي اول نقطة دراسة الجدوى التانية دراسة الجدوى المبدئية التالتة دراسة الجدوى الاقتصادية احنا طبعا قلنا التعريفات بتاعة التالت حاجات دول في البداية طيب لازم نفرق ما بينهم يبقى دراسة الجدوى لما باجي عرفها بقول هي ايه دراسة بنستطيع من خلالها ان نحدد الاستثمارات المطلوبة للمشروع طيب يبقى رقم واحد هتروح لرقم ايه ثلاثة طب دراسة الجدوى المبدئية احنا قلنا ايه في التعريف بتاعها هي دراسة بسيطة لا تتطلب الفحص والتدقيق يبقى رقم كام خمسة هي دراسة بسيطة لا تتطلب الفحص والتدقيق التفصيلي ولكن تعتمد على المقابلات طيب تالت نقطة دراسة الجدوى الاقتصادية واحنا برضو بنعرفها قلنا هي عبارة عن ايه اسلوب علمي لتقدير احتمالات نجاح فكرة استثمارية قبل التنفيذ الفعلي يبقى دي على طول تروح لرقم ايه واحد طيب رقم اربعة تقارير مندوب البيع ايه بقى تقارير مندوب البيع فاكرين احنا لسا يلين من شوية برضو بيحدد فيها مدى رضاء العملاء عن السلع واراءهم واكتراحتهم يبقى دي على طول هتروح لرقم كام اتنين اخر واحدة بقى المصادر الحكومية في عندي طبعا ايه نقطة واحدة بس اللي فضلة اللي هي رقم اربعة من الجهات القائمة بتقديم التسهيلات عن دراسة الجدوى طيب بيبقى رقم خمسة هنا هتروح لرقم ايه اربعة طيب عندي بعد كده الفوائد التي تتحقق من المناطق الحرة طيب الاول عايزين نعرف يعني ايه المناطق الحرة خليكم معايا كده الاول طبعا المناطق الحرة بنقول هي من اهم آليات التطوير السريع في اجتزاب الشركات التكنولوجية العالمية لانشاء مراكز صناعية فيها طيب يعني ايه يعني الدولة بتوفر طبعا في المدن وخاصة في المدن الجديدة بتوفر الارض وبتوفر الطرق وتوفر كل الخدمات وتبدأ تقول الشركات العالمية التكنولوجية اللي هي الشركات الحديثة تعالوا اعملوا مصانع ومشروعات كبيرة عندنا هنا في المكان دول طيب احنا هنستفيد ايه؟ يعني طبعا الشركات الكبيرة التكنولوجية دي احنا ما عندي ناس زيها او المصانع الكبيرة دي بتعمل بتكنولوجيا متطورة مثلا او حاجات احنا مش موجودة عندنا طيب احنا بقى لما نكتزب الشركات العالمية دي وتعمل مراكز صناعية هنا عندنا في المنطقة دي احنا هنستفيد ايه؟ طيب كده بنقول فوائد المناطق الحر اول حاجة توفير فرص عمل بدخول مرتفعة يعني طبعا المصانع اللي هيتم انشاءها دي مين اللي هيشتغل فيها؟ مش هما طبعا ولادنا المصريين سواء بقى اذا كانوا مهندسين او فنيين طبعا هيشتغلوا وهياخدوا مرتبات تكون عالية طيب يبقى كده انا وفرت فرص عمل طيب تاني حاجة عندي اللي هي طبعا المناطق الحرة زي ما بنقول هي بتوفر فرص عمل وبترفع من الاقتصاد المحلي طيب يبقى الدولة كمان هتستفيد طب ايه كمان؟ المناطق الحرة دي بينشأ طبعا بجوارها مصانع بتكون متوسطة ومصانع صغيرة علشان توفر احتياجات المصانع الكبيرة دي فبالتالي يبقى انا كده بدل المصنع الكبير دوت ما هو كان واحد لأ هينشأ جنبه بقى ايه مصانع تانية صغيرة علشان توفر له المستلزمات واذا كانت مثلا قطع غيار او حاجات بسيطة علشان احتياجات المصانع الكبيرة دي طيب تعالوا نبص مع بعض كده على الشاشة يبقى عندي فوائد المناطق الحرة اول حاجة توفير فرص عمل بدخول مرتفعة تاني حاجة انشاء كوادر بخبرات عالمية زي ما احنا قلنا دلوقتي اللي هيشتغل فيه المصانع والشركات دي هم المهندسين والفنيين بتوعنا اللي هم المصريين فبالتالي هياخدوا خبرة عالمية ما كانوش طبعا هيكتسبوها الا لو اشتغلوا في المصانع الكبيرة دي طيب تالت حاجة خلق صناعات مغزية للصناعات العالمية تؤدي في النهاية الى توطين التكنولوجيا المتقدمة زي ما احنا قلنا خلق صناعات مغزية للصناعات العالمية يعني المصنع الكبير ده محتاج طبعا قطع غيار ومحتاج مستلزمات بالتالي هيجيبها منين يبقى فيه مصانع صغيرة تانية هتنشأ جنبه علشان تغزي المصنع الكبير ده رقم اربعة انعاش الاقتصاد المحلي زي ما احنا قلنا بما يقدمه من خدمات وسياح يبقى معنا كده الاقتصاد المحلي طبعا هيستفيد في النهاية بالانتعاش طبعا والاقتصاد بيانه طيب في عندي بقى حاجة تانية اسمها الصناعات الصغيرة الصناعات الصغيرة بقى يعني معناها ايه المشروعات اللي بيتم انشأها برأس مال محدود او رأس مال صغير طيب الصناعات الصغيرة دي من خصائصها اول حاجة تعتبر وسيلة فعالة للاستثمار الجغرافي الصناعي يعني معناها ان الصناعات الصغيرة دي بتتكيف على حسب المنطقة اللي موجودة فيها يبقى مثلا لو انا عايز اعمل مشروع في منطقة ريفية فبالتالي هشوف ايه المواد الخامل المتوفرة وايه المشروع اللي ممكن اعمله مثلا زي مصنع صغير للاغذية المحفوزة زي مثلا منتجات الالبان زي العصائر يعني حاجات زي كده بحيث طبعا المنطقة متوفر فيها المواد الخامل اللي انا هستخدمها طيب تاني حاجة تستطيع ان تتكيف وتتميز بسهولة التطويع تبقى لاحتياجات الاسواق والعملاء يعني معناها ان الصناعات الصغيرة دي المنتجات اللي هي بتصنعها ممكن اغير فيها وغير في مواصفاتها بسهولة تبقى لاحتياجات الاسواق طيب تالت حاجة تتيح فرص كبيرة للعمالة بتكلفة رأس مالية منخفضة اه يعني طالما انا انشأت صناعات حتى لو كانت صناعات صغيرة بالتالي هتوفر فرص عمل وبتكلفة رأس مالية منخفضة لان الصناعات الصغيرة دي ما بتحتاجش رأس مال كبير علشان يتم انشأها رابح حاجة تعتبر حلقة الوصل بين المشروعات الكبيرة ومصادر الخامات الاولية زي ما احنا كنا بنقول من شوية المصانع الكبيرة بتحتاج طبعا لمستلزمات ومثلا قطع غيار واجزاء بتكون صغيرة بتحتاجها في التصنيع فبالتالي مين بقى اللي بيوفر المستلزمات وقطع الغيار والحاجات الصغيرة دي بتكون صناعات ايه او مصانع بتكون صغيرة يبقى الصناعات الصغيرة تعتبر حلقة الوصل بين المشروعات الكبيرة وبين مصادر الخامات يعني تاخد المواد الخام تصنعها تعملها قطع غيار مثلا او تعملها اجزاء صغيرة وبعد كده تديها للمصانع الكبيرة علشان تستفيد منها وتستخدمها في التصنيع خامس حاجة تقوم على توفير احتياجات الصناعات الكبيرة من الاجزاء والمكونات طيب ما هي العوامل التي تؤدي الى فشل المشروعات في تسويق منتجاتها الله هو دلوقتي انا ممكن اعمل مشروع وممكن يفشل في تسويق المنتجات طيب ايه السبب؟ اول حاجة عدم دراسة السوق يعني احنا طبعا في البداية كنا تكلمنا وقلنا ايه؟ دراسة الجدوى يبقى اهم خطوة لازم اعمل دراسة جدوى تكون كويسة في البداية ليه؟ علشان ادرس السوق كويس واقدر اعرف هل الناس محتاجين المنتجات بتاعة المشروع دوت ولا لا او محتاجينها بدرجة كبيرة ولا قليلة وبرضو ادرس السوق واعرف اذا كان فيه منتجات بديلة منافسة ولا لا يبقى انا في البداية لازم اعمل دراسة ايه؟ جدوى كويسة وادرس السوق كويس طيب لو انا بقى ما اعملتش دراسة جدوى كويسة وما عملتش دراسة عن السوق فبالتالي المشروع بتاعي معرض لانه يفشل في تسويق المنتجات يعني ممكن يكون المشروع كويس ويعمل وينتج المنتجات بتاعته لكن احنا مش عارفين نسويها مش عارفين نبيعها طيب يبقى اول حاجة طبعا زي ما قلنا عدم دراسة السوق تاني حاجة عدم وجود نظام لمعلومات التسويق يعني ايه عدم وجود نظام لمعلومات التسويق؟ طبعا المفروض اي مصنع او اي مشروع بيبقى فيه قسم القسم دوة بيكون خاص بالمبيعات يبقى هو المسؤول عن الدعاية وعن الاعلانات وعن التسويق طب لو انا بقى ما عنديش في المشروع بتاعي قسم يقوم بالعملية ديت او مش عارفين انه هم ما عندهمش الكفاءة عشان يقوموا بعمل دعاية او عملية التسويق فبالتالي برضو مش هنقدر ان احنا نسوي المنتجات بتاعتنا طيب تالت حاجة ممكن تكون كمية الانتاج اكبر مما يستوعبه السوق يعني انا دلوقتي بنتج منتجات وكويسة جدا ولكن الكميات كبيرة اللي انا بنتجها فالناس بتشتري جزء منها وليكن مثلا نصها لكن النص التاني محدش محتاجه فبيفضل عندي في المخازن فبالتالي كده المشروع بتاعي هيخسر يبقى كمية الانتاج اكثر مما يستوعبه السوق طيب دي برضو مشكلة تعدي الى فشل المشروعات في تسويق منتجات طيب ايه كمان ممكن طبعا تكون الجودة منخفضة يعني انا بنتج منتجات بستخدم خامات رديئة العملية التصنيع نفسها مفيش رقابة عليها كويسة فبيطلع فيه اخطاء او عيوب في المنتج فبالتالي الناس مش هتريدها تشتري طيب الموقت اللي بعد كده عدم مطبقة المنتج او السلعة للمواصفات يعني الناس محتاجة منتجات بمواصفات معينة وانتج وانا بانتج مواصفات مختلفة طيب ما الناس مش محتاجاها الناس مش عايزينها فبالتالي مش هيشتروها فده برضو هيؤدي الى فشل ايه المشروع في تصويق المنتجات طيب تعالوا مع بعض نبص كده على الشاشة ونشوف اول حاجة زي ما قلنا عدم دراسة السوق تاني حاجة عدم وجود نظام لمعلومات التصويق تالت حاجة كمية الانتاج اكثر نسبيا مما يستوعبه السوق رابح حاجة ارتفاع تكاليف الانتاج يعني لو تكاليف الانتاج عالية طبعا المواد الخام غالية بدفع مرتبات كتير للموظفين فيه درايب ممكن يكون فيه ايجار مثلا للارض مثلا المقام عليها المشروع او غيرها ففيه تكلفة عالية علي فبالتالي ده هيؤدي الى ايه ارتفاع الاسعار فبالتالي الناس مش هتردت تشتري المنتج طيب النقطة اللي بعدها عدم المطابقة للمواصفات واخر حاجة انخفاض الجودة يبقى اي عامل من العوامل دي يؤدي الى ايه فشل المشروعات في تصويق المنتجات فيه سؤال بقى هنا عندي صحة وغلط برضو اول نقطة بيقول لي ايه تفشل المشروعات في تصويق منتجاتها بسبب عدم دراسة السوق صح ولا غلط نحن لسه قيلين الكلام ده طبعا الاجابة ايه صحيح تاني حاجة التخصيص هو احد المبادئ الاقتصادية الحديثة في الانتاج لرفع الانتاجية للفرد داخل الشركة اه طبعا هنا الاجابة تبقى ايه صحيح يعني لما يكون كل فرد في الشركة يكون متخصص طبعا ويكون عنده كفاءة عالية في الوظيفة اللي بيقديها فبالتالي هرفع الانتاجية بتاعة الفرد ثالث سؤال بيقول لي التسويق عبارة عن عملية لا تهتم بتحديد رغبة ما عند العميل اه هنا طبعا الاجابة خطأ ليه بقى لان التسويق عبارة عن عملية تهتم بتحديد رغبة العميل والعمل على تلبية هذه الرغبة يعني انا لازم اعرف العميل هو محتاج ايه ايه المواصفات اللي هو محتاجها في المنتج علشان اوفرها له طيب رقم اربعة الخصومات الموسمية على المنتجات تعطى خلال مواسم الشراء النشطة اه ناخد بالنا طبعا كلنا عارفين الخصومات الموسمية اللي هي زي الاوكازيون طيب الخصومات دي بتتعمل على المنتجات خلال مواسم الشراء النشطة يعني في الموسم بتاعها والناس بتشتري المنتجات ولا في نهاية الموسم بتاع الشراء ها يبقى طبعا اللي جابها هنا هتبقى خطأ لان الخصومات الموسمية على المنتجات بتعطى خلال مواسم الشراء الغير نشطة طيب النقطة اللي بعديها بيقول لي ايه الضوضاء هو كل صوت عالي غير مألوف او صوت مزعج يمكن التحكم فيه اه هنا طبعا الاجابة دي كلها لحد صوت مزعج كده صح لكن اخر كلمة يمكن التحكم فيه لا ماهنا لو قدرت اتحكم فيه ما تبقاش ضوضاء يبقى هنا الاجابة ايه خطأ يبقى الضوضاء المفروض ان هي ايه كل صوت عالي غير مألوف او صوت مزعج لا يمكن التحكم فيه فيه سؤال وصل عندي مجموعتين برضو هنشوف الجملة المناسبة من المجموعة رقم واحد بما يناسبها مع المجموعة رقم ايه اتنين عندي اول حاجة التكنولوجيا يعني ايه التكنولوجيا بنقول هي المسؤولة عن احداث التشغيل الامثل للمشروع وتحقيق اهدافه وتطويره ده تعريف التكنولوجيا يبقى رقم واحد ها هتاخد رقم ايه اتنين طيب تاني حاجة التمويل اه طيب نشوف بقى التمويل هنا ها مين يبقى مناسب ليها اه نيجي كده عند رقم اربعة بنقول هو المصدر الذي يعتمد عليه المستثمر في تجهيز المكان المعد للمشروع يعني معناه التمويل يعني المكان اللي انا هحصل منه على رأس المال اللي هعمل بالمشروع بتاعي يبقى هو المصدر الذي يعتمد عليه المشروع الذي يعتمد عليه المستثمر في تجهيز المكان المعد للمشروع طيب رقم ثلاثة الادارة هنا بقى مين ينسبها فيه الإجابات دي الإدارة بنقول هي رقم 6 المسؤولة عن عملية التوجيه والقيادة والعمل على التنصيق لتحقيق أهداف الوحدة الانتاجية طيب رقم 4 التسعير التسعير معناها إيه إن إحنا نضع سعر مناسب للمنتج يغطي تكلفة الانتاج والربح طيب يبقى ديّت رقم 4 تاخد رقم إيه 1 رقم 5 التسويق طيب رقم 5 اللي هي التسويق شوفوا رقم 3 هنا دون العبارة عن عملية تهتم بتحديد رغبة ما عند العميل والعمل على تلبية هذه إيه الرغبة السؤال ده احنا لسه مجاوبينه برضو في السؤال اللي قبل ده يبقى عملية التسويق بنقول هي إيه عبارة عن عملية تهتم بتحديد رغبة العميل والعمل على تلبية هذه الرغبة آخر نقطة المناطق الحرة برضو قلناها من شوية هي من أهم آليات التطوير السريع في اجتزاب الشركات التكنولوجية العالمية لإنشاء مراكز عالمية فيها يبقى رقم 6 هنا هتاخد رقم 5 طيب نيجي بقى نتكلم على الأقسام الإدارية للمشروع وأول حاجة فيها المخازن طبعا احنا عارفين أن أي مشروع بيكون فيه أقسام إدارية زي إيه؟ زي المخازن وزي إدارة المشتريات طيب عندي المخازن مثلا لازم تبقى موجودة في كل أي مشروع أي مصنع أي مؤسسة لازم نلاقي فيها إيه؟ مخازن طيب المخازن بقى الغرض منها إيه؟ توفير المستلزمات خلاص لتواجدها عند الحاجة إليها يعني معناه المخازن بيتقوم بتخزين طبعا المواد الخام بحيث إن إحنا وقت ما نحتاجها نلاقيها علشان المشروع بتاعي أو المصنع بتاعي ما يتوقفش وما يعطلش وكمان بتوفرها بيئة الكميات والمواصفات المطلوبة طيب يبقى إحنا كده عرفنا إيه؟ تعريف المخازن طيب المخازن بقى إحنا عارفين طبعا إن من أعمال المخازن أو من مميزات المخازن توفير وقت وجهد أفراد الإنتاج يعني معناها إن المستلزمات سواء إذا كانت بقى مواد خام أو إذا كانت منتجات بتكون موجودة في المخزن بطريقة عشوائية لا طبعا لازم تكون مرتبة ويكون كل صنف طبعا موجود في مكان معين وتكون بكميات معينة ومسبوطة في الدفاتر بحيث إن إحنا وقت ما نحتاج أي صنف من المخزن طبعا ما نعودش نضيع وقت إن إحنا ندور هل موجود ولا مش موجود لا بيقى في عندي دفاتر طبعا بطلع عليها أشوف هل الصنف دوت موجود الكمية اللي موجودة قد إيه والمواصفات بتاعته كمان طيب يبقى معنى كده إن المخازن ها بتوفر وقت وجهد أفراد الإنتاج طيب من أعمال المخازن بقى يعني إيه الوظيف اللي المفروض بتعملها أول حاجة إيه استقبال الخامات وفحصها وقيدها في الدفاتر يبقى أول خطوة المواد الخام هتيجي تدخل للمخزن فبيبقى فيه لجنة طبعا موجودة فيه المخازن اللجنة دي بتفحص المواد الخام والمسلزمات اللي هي اللي دخلة وتشوفها مطابقة للمواصفات ولا لا وبعد كده تثبتها فيه الدفاتر بالكميات والمواصفات بتاعتها طيب تاني حاجة من أعمال المخازن برضو توفير التخزين السليم لكل نوع على حدة يعني طبعا زي ما إحنا عارفين إن المخازن بيقى فيها أصناف كتير ومواد كتير فكل نوع أو كل صنف بيبقى ليه طريقة معينة للتخزين زي مثلا درجات حرارة معينة درجة رطوبة معينة مثلا فيه أصناف بتتخزن أو تتحط فيه دواليب فيه أصناف تترص على أرفف يعني فيه أصناف تحتاج درجة حرارة منخفضة مثلا وهكذا يبقى تاني حاجة توفير التخزين السليم لكل نوع على حدة طيب تالت حاجة من أعمال المخازن إيه؟ صرف الخامات ومراقبتها ألا يعني هو المخزن هيفضل محتفظ بالمواد الخامدية وتفضل عنده؟ لا طبعا هو بيصرف بعد كده المواد الخامدية للمصنع أو اللي هي المكان يعني اللي هيتم فيه الانتاج خلاص علشان كسم الانتاج علشان يبدأ يصنع المواد الخامدية فبالتالي المخزن بيصرف هنا المواد الخام ومراقبتها طيب بعد كده المواد الخام بقت صنعت في كسم الانتاج بقت منتجات المفروض بقى تعمل ايه؟ بترجع تاني المنتجات دي للمخازن علشان يتم تخزينها وإعدادها للشحن علشان يتم تسويقها بعد كده طيب تعالوا بقى نبص مع بعض كده على الشاشة يبقى احنا قولنا المخازن هي من الأقسام الإدارية لأي مشروع والغرض منها تخزين المواد لتأمين تواجدها عند الحاجة إليها وتزويد الجهات المنتجة بيها بالشروط المطلوبة طيب أعمال المخازن أول حاجة استقبال الخامات وفحصها وقيدها في الدفاتر تاني حاجة توفير التخزين السليم لكل نوع على حدة طيب تالت حاجة صرف الخامات ومراقبتها رابع حاجة استقبال المنتجات وإعدادها للشحن طيب ايه هي أنواع المخازن بقى؟ زي ما احنا شايفين الشكل اللي قدامي على الشاشة ده بيوضح لي هنا ايه؟ أنواع المخازن فيها عندي طبعا نوعين أساسيين مخازن حكومية والنوع التاني مخازن القطاع الاقتصادي مخازن حكومية بتنقسم لتلات أنواع مخزن رئيسي ومخزن إقليمي ومخزن ومخزن فرعي طيب المخازن التانية بقى اللي هي مخازن القطاع الاقتصادي زي مخازن قطاع الصناعة ومخازن قطاع الزراعة ومخازن قطاع التجارة والمقاولات طيب المخازن الحكومية زي ما احنا قلنا بتنقسم لتلات أنواع مخزن رئيسي ومخزن إقليمي ومخزن فرعي إيه الفرق بينهم عندي طبعا أول حاجة المخزن الرئيسي المخزن الرئيسي دوت بيستقبل كل المواد أو المستلزمات اللي بيتم شرائها سواء من موردين أو من جهات حكومية أخرى طيب ما معنى كده المخزن الرئيسي بيبقى فيه كل المستلزمات اللي بيتم شرائها وهو اللي بيقوم بعد كده بصرفها لتموين المخازن الإقليمية والمخازن الفرعي يبقى تاني المخزن الرئيسي هو المخزن اللي بيتم فيه استلام كل المواد اللي بيتم شرائها سواء من موردين أو من جهات حكومية أخرى وبعد كده بيقوم بصرفها لتموين المخازن الإقليمية والمخازن الفرعي طيب المخزن الإقليمي بقى معناه إيه؟ بنقول هو المخزن الذي ينشأ لخدمة المناطق المحيطة به والبعيدة عن المخزن الرئيسي يعني إيه؟ يعني مثلا لو إحنا أدينا مثال على مخازن مثلا وزارة التربية والتعليم فهنلاقي فيه مخزن رئيسي اللي هو المخزن أو المخازن التابعة للوزارة طيب يبقى ده اسمه المخزن إيه؟ الرئيسي طيب ده بيتم فيه طبعا استلام كل المستلزمات اللي بيتم شرائها سواء بقى كانت كتب مثلا أو أجهزة أو معدات أو خلافة وبعد كده المخزن الرئيسي بيقوم بتوزيع المستلزمات دي على المخازن الإقليمية والمخازن الإقليمية هنا بقى اللي هي مخازن إيه؟ مدريات التربية والتعليم يعني في كل محافظة هنلاقي فيه مخزن المخزن دوة طبعا بيخدم مين؟ بيخدم الجهات المحيطة بيه في المحافظة دي؟ طب آخر نوع بقى اللي هو المخزن الفرعي والمخزن الفرعي هنا ده بيكون يعني موجود فيه الإدارات خلاص وبيستلم المستلزمات بتاعته أو احتياجاته من المخزن الإقليمي أو من المخزن الرئيسي زي المخازن التابعة للإدارات التعليمية يبقى احنا كده عرفنا التلات أنواع من المخازن الحكومي مخزن رئيسي، مخزن إقليمي، مخزن فرعي طيب تعالوا نبص مع بعدي كده على الشاشة وعندي فيه سؤال مهم بيقول لي عرف المنولة وما هي أنواعها المنولة بنقول هي الحركة الدائبة للأصناف والنشاط الأساسي داخل المخازن من ساعة وصول المواد إلى المخزن إلى ساعة خروجها منه إحنا طبعا عارفين أن المواد أو المستلزمات سواء بقى كانت مواد خام أو منتجات أو غيرها بتدخل المخزن، بتتنقل من مكان لمكان طيب فكلمة أو المنولة يبقى معناها الحركة الدائبة أو المستمرة يعني للأصناف داخل المخازن طيب المنولة بتنقسم لنوعين منولة يدوية وتاني نوع منولة آلية وطبعا المنولة اليدوية معناها باستخدام الأيدي العاملة ودي طبعا لا يمكن الاستغناء عنها وبتستخدم طبعا لنقل الأصناف أو المستلزمات الخفيفة طيب تاني نوع اللي هي المنولة الآلية ودي بتتم طبعا عن طريق الأوناش أو الروافع وطبعا يعني من مميزاتها هنا بتكون سرعة النقل والتخزين لأن طبعا بتنقل الكميات كبيرة طبعا وممكن تكون أوزنها كبيرة وفي أوقات صغيرة يعني متاخدش وقت طيب إيه هي عناصر المشروعات أول حاجة رأس المال ورأس المال معناه كل المبالغ النقدية اللازمة لإقامة المشروع يبقى أي مبالغ هنحتاجها علشان نقيم المشروع بتاعنا خلاص بنسميها رأس المال وبينقسم إلى قسمين رأس المال ثابت ورأس المال عامل رأس المال الثابت زي الأرض والمباني والمعدات والتجهيزات ورأس المال العامل يعني الخمات والأجور أجور العمال والتسويق دي يعني معناها إيه؟ معناها إن رأس المال دوت خلاص بنقول هو إيه؟ كل المبالغ النقدية كل المبالغ أو رأس المال اللي إحنا هنحتاجها علشان نعمل المشروع بتاعنا ودي بتنقسم لقسمين زي ما قلت القسم الأولاني بنقول عليه رأس المال ثابت يعني إيه؟ يعني المبالغ اللي إحنا هنشتري بيها المعدات لإنه هنشتريها مرة واحدة وهتفضل سبتة طيب المباني برضو هتتكلف مبالغ معينة علشان يتم بناءها وهتفضل سبتة الأرض بتاعة المصنع أو بتاعة المشروع اللي إحنا هنشتريها برضو هنشتري الأرض ديت مرة واحدة وهتفضل سبتة يبقى معنا كده المبالغ دي بنسميها إيه؟ رأس المال ثابت رأس المال العامل بقى يعني معناها فلوس شغالة في السوق يعني معناها الفلوس دي بصرفها وبترجع لي تاني بالأرباح بتاعتها والمكسب زي إيه؟ زي الخمات تمن الخمات أنا لما بشتري خمات الخمات دي بتتصنع وبعد كده بتباع وتجيب لي أرباح كمان طيب يبقى معنا كده أن دي فلوس إيه؟ شغالة أجور العمال نفس الكلام برضو معه العمال والموظفين اللي شغالين بيتقادوا مرتبات الفلوس اللي بياخدوها دي هم بيشتغلوا وبيصنعوا وبينتجوا والمنتجات بتتباع وبعدين الفلوس اللي اتصرفت بترجع لي تاني بالأرباح بتاعتها يبقى زي ما قلنا الخمات وأجور العمال وعملية التسويق كمان طيب عندي بعد كده من عناصر المشروعات الآلات والتجهيزات الآلات والإيه؟ والتجهيزات يعني المعدات والماكينات اللازمة لإنتاج السلعة طيب من عناصر المشروعات كمان العمالة العمال يعني وهم كل الأفراد اللازمين لتشغيل المشروع عندي بعد كده التكنولوجيا والتكنولوجيا بنقول هي المسؤولة عن إحداث التشغيل الأمثل للمشروع وتحقيق أهدافه وتطويره مع أحدث مستلزمات العصر يبقى التكنولوجيا تاني ودي يمكن بتيجي في سؤال منفصل لوحده وإحنا حلناها في الأسئلة اللي قبل كده بنقول التكنولوجيا هي إيه؟ المسؤولة عن إحداث التشغيل الأمثل للمشروع وتحقيق أهدافه وتطويره مع أحدث مستلزمات العصر طيب أنواع المشروعات من حيث تنظيم الإنتاج والشكل القانوني ممكن أصنف المشروعات بكذا طريقة طيب لو جينا نصنف المشروعات من حيث نظام الإنتاج فهنقول إيه؟ أول حاجة نظام إنتاجي علمي ونظام الصناعة العائلية نظام الحرف اليدوية ونظام الورش يبقى ده أنواع المشروعات من حيث نظام الإنتاج طيب لو جينا نصنف المشروعات بطريقة تانية من حيث الشكل القانوني فأصنفها لإيه؟ أول حاجة ملكية فردية وشركة فردية وملكية محدودة وملكية عامة وشركة مساهمة وشركة توصية بسيطة طيب خدوا بالكو إن إحنا ممكن نصنف المشروعات كمان بطرق تانية مختلفة زي ممكن أصنف المشروعات من حيث الشكل شايفين كده الشكل اللي قدامنا الصورة اللي قدامنا على الشاشة ممكن أصنف المشروعات من حيث الشكل ومن حيث الهدف ومن حيث نظام الإنتاج ومن حيث الشكل القانوني طيب لو قلنا أول حاجة من حيث الشكل يبقى أنا أصنف المشروعات لإيه؟ مشروعات صناعية مشروعات زراعية مشروعات خدمية مشروعات خاصة بالتربية والتعليم من حيث الهدف يبقى فيه مشروعات تنفيذية لمشروع كبير وفيه مشروعات صغيرة لتحقيق الربح والدخل وممكن يبقى فيه عندي مشروعات صغيرة لإشباع الحاجات عشان توفر المنتجات أو الاحتياجات اللي الناس عاوزينها مشروعات صغيرة لإيجاد فرص عمل عشان توفر فرص عمل طيب من حيث بقى نظم الانتاج اللي احنا لسه قيلنها من شوية نظام انتاجي علمي نظام الصناعة العائلية نظام الحرف اليدوية ونظام الورش من حيث الشكل القانوني بصنف المشروعات لملكية فردية شركة فردية وملكية محدودة وشركة توصية بسيطة وملكية عامة وشركة مساهمة طيب ما هي الحلول المقترحة لحل مشاكل الديون المتعسرة احنا عارفين طبعا ان ممكن بيقابل المستثمر او صاحب المشروع ممكن يقابله بعض المشاكل وممكن يجي في وقت هو كان واخد كارد مثلا من البنك وحصل له مشاكل مش قادر ان هو يسدد القارد دوت او يسدد الفوايد فاللي بيحصل الفوايد اللي على القارد بتفضل تتراكم وتزيد لحد ما يبقى الفوايد اللي عليه اكتر من القارد نفسه فبالتالي هنا بتبقى مشاكل كبيرة وبتقدي طبعا لان مصانع كتير ممكن تقفل والموظفين والعمال اللي فيها بيسيبوا اشغالهم طبعا وبيمشوا فبتبقى مشاكل كبيرة وفي النهاية برضو البنك مش قادر ياخد الفلوس بتاعته لانه بيحجز على المصنع والمصنع عليه ديون اصلا والبنك مش هيقدر برضو يحصل الفلوس بتاعته او القارد فعلشان كده في حلول مقترحة بقى لحل مشاكل الديون المتعسرة دي كان اول حاجة بنقول ايه بيع الاصول واعادة استئجارها يعني بنبيع الاصول اللي هي المباني مثلا او المعدات ونستأجرها من الشركة اللي بيعناها لها والفلوس اللي احنا خدناها نسدد بها الكارد والمصنع مازال شغال وبيكسب ولكن انا ببقى مستأجر يعني المكان او الارض بقيت ايه مستأجرها تاني حاجة وضع سقف لفوائد الديون المتراكمة يعني بدل ما الفوائد بتفضل تتراكم لا الدولة بتحدد اه سقف للفوائد دي وما تزيتش عنها واخر حاجة تحويل الديون الى حصص في ملكية الشركات يعني البنك ممكن ياخد بيه الكارد بتاعها او النسبة بتاعته ياخد بيها حصص في ملكية ايه الشركات اه يمكن كده يعني احنا وصلنا لنهاية الحلقة النهاردة اه وعملنا مراجعة اه عامة كده في صورة اسئلة ويمكن يعني معظم الاسئلة دي بتتكرر في الامتحانات اه ان شاء الله برضو اه هنبقى نعمل مراجعة تانية على الجزء الخاص بالترم التاني والمؤيسات اه تابعونا اه يا ربي يوفقكم واشوفكم على خير ان شاء الله ولو فيه اي سؤال او استفسار تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك او على اليوتيوب كناة مصر للتعليم الفني وهنجاوبكم ان شاء الله في الحلقات اللي جاي ربنا يوفقكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته